اشتركوا في القناة من المعروف ان السجون الفاخرة ذات الحد الادنى من الامن تحتوي على اسر مريحة وامكانية وصول الى حمامات الخاصة والانشطة الترفيهية بما في ذلك تسلق الصخور والتنس وركوب الخيل لكن هناك سجون على الطرف الاخر من العالم تلك المكتظة بشدة وتحتوي على اجواء شديدة العنف وتفتقر الى الرعاية الصحية الطبية المناسبة للمساجين تسلط هذه القائمة الضوء على اخطر تسع سجون في العالم تابعونا فليجو جوان تنامو في كوبا تم افتتاح هذا السجن المملوك لامريكا الواقع في الطرف الشرقي لكوبا في عام 2002 في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر ليوايس جناء طالبان والقاعدة الذين تم اصرهم في افغانستان بينما تعهد الرئيس اوباما عند انتخابه باغلاق السجن الى انه لا يزال يعمل بكامل طاقته حتى يومنا هذا ويحتوي هذا السجن على اكثر من 150 نزيلا في معسكرين معسكر ديلتا ومعسكر ايغوانا معسكر اكسراي سيء السمعة وهو مرفق احتجاز مؤقت اغليقا في عام 2002 تعرض المعتقلون لأساليب استجواب محسنة ويعرف ايضا باسم التعذيب مثل الايهام بالغرق والحرمان من الاحساس وغيرها من الطرق التعذيبية المخيفة سجن ولاية سان كوينتين في الولايات المتحدة الامريكية يعرف سان كوينتين وهو اقدم سجن في كاليفورنيا بعنفه لقد كان موطنا العديد من المجرمين سيء السمعة بما في ذلك تشارليز مانسون وسكوت بيترسون وصرحان صرحان الذي اقتال روبرت اف كينيدي انه يحتوي على مرفق المحكوم عليهم بالاعدام الوحيد في الولاية للنزلاء الذكور وهو موطن غرفة الغاز الوحيدة في كاليفورنيا في الثلاثينيات من القرن الماضي اشتهر سان كوينتين بالفساد واعمال الشغب بين الاعراق التي شجعها الحراس تيري هايتي في الولايات المتحدة الامريكية يتكون مجمع سجون هذا في ولاية انديانا من وحدات ذات اجراءات امنية قصوى ومتوسطة ومخافضة الحراسة يطلق على تيري هايتي الملقب بشمال جوانتا نامو وهي موطن غرفة الاعدام التابعة لحكومة الفيدرالية يتم ايواء السجناء المحكم عليهم بالاعدام في وحدة الحبس الخاصة حيث يعيشون في سنزين صغيرة بمفردهم وليسمح لهم بالخروج الا ثلاث مرات في الاسبوع لاستخدام اقفاص التمارين هذا المكان هو من اخطر السجون على الاطلاق السجن لاسا بانيتا في فنزولا هذا السجن الشديد الاكتظاث هو موطن الاكثر من 3700 سجين يعيشون في مساحة مصممة لاستيعاب 700 فرد فقط هذا الاكتظاث يولد المرضى والعنف بين النزلاء يحكم لاسا بانيتا نظام من فساد حيث يعطي الحراسة معاملة تفضيلية لمن يملكون المال والسلطة هؤلاء الافراد المختارون قادرون على النوم داخل الزنازين على السرير بينما يجب على اي شخص اخر استخدام ارجوحة شبكية في الممرات ولا يوجد روتين يومي للنشاطات المحددة مما يسمح للنزلاء بالقيام والتصرف كما يحلو لهم مما يؤدي في كثير من الاحيان الى مواجهات عنيفة للغاية تنبع من افتقارهم الى التحفيز الذهني واماكن معيشة الضيقة سجن ديار بكر توركيا يعرف سجن ديار بكر في توركيا بوجود اكبر عدد من انتهاكات حقوق الانسان لكل نزيل يمارس بيت التعذيب هذا الاذاء النفسي والجسدي بشكل يومي مما يدفع العديد من النزلاء الى الانتحار عندما تسرع عائلات لا يجرؤون على النطق بكلمة واحدة فهذه الكلمات يمكن استخدامها كعقاب لاحبائهم المسجونين تم تجيده الاستيعاب سبعمائة سجين فقط رجال ونساء وغالبا ما يكون المبنى مكتظم بشدة سجن مندوزا في الارجنتين يعد سجن مندوزا الذي يزيد عدد سكانه عن ثلاثة اضعاف سعته منزلا مجنونا يتم تكديس ما يصل الى خمسة سجناء في زنزين تبلغ مساحتها اربعة امتار مربع فقط ومع عدم وجود نظام صرف صحي مناسب في المنشأة يقتل سجناء الى استخدام الاكياس البلاستيكية وزجاجات كغرفة للاستحمام كما لا توجد رعاية طبية اساسية لا يرى النزلاء الطبيب الا اذا ماتوا سجن جزيرة رايكرز الولايات المتحدة الامريكية يتألف سجن جزيرة من عشرة سجون مفصلة تضم الرجال والنساء والشباب وهو معروف بالعنف المفرض والفساد وسوء المعامل الجسيمة لنزلائه وخاصة اولئك المرضى عقليا في عام 2008 بعد وفاة كريستوبر البالغ من العمر 18 عاما بالضرب تبين ان سجناء المسؤولين كانوا جزءا من برنامج وهي جمعية صرية يديروا حراس السجن لجعل بعض النسلاء يمارسون العنف تجاه سجناء اخرين طريقة للحفاظ على النظام لدى رايكرز ايضا احد اعلى معدلات الحبس الانفرادي في امريكا وهي الغرف التي يتم استخدامها كثيرا لدرجة ان وزارة الاصلاحيات قامت مؤخرا بمناء الف وحدة عزل خاصة اخرى لمراهقين والمصابين بامراض عقلية سجن اي دي اكس تم بناء هذا المرفق في عام 1994 ويضم بعضا من اخطر مجرمين في العالم بما في ذلك تيد كاتشينسي ورمز يوسف المسؤول عن تفجير مركز التجارة عالمي عام 1993 يقضي النزلاء في هذا المرفق 23 ساعة يوميا في الحبس الانفرادي في زنزينة خارسانية مساحتها 7 في 12 قدما تحتوي على الاثاث خارساني غير متحرك مثل كرسي ومكتب وسرير يعلوه مرتبة رقيقة انه من اخطر السجون في العالم معسكر 22 في كوريا الشمالية معسكر الاعتقالي هايونغ المعروف ايضا باسم كامب 22 يعمل منذ عام 1965 لكنه ظل سرا لعقود حتى اصبح التصوير بالاقمال الاصطناعية لما ارفق متاحا لجميع معسكر 22 هو واحد من 30 معسكر اعتقال في كوريا الشمالية يقال ايضا انه يضم اكثر من 50 الف رجل وامرأة وطفل حيث يمكن اعتقال افراد الاسرة باكملها بسبب جرائمهم يعاني سجناه من سوء التغذية والتعذيب والعمل في الحقول والمناجم لاكثر من 12 ساعة في اليوم سبعة ايام في الاسبوع واخيرا سجن قيتامارا في رواندا يعد سجن قيتامارا وهو اكثر السجون اكتظاظا في العالم موطنا الاكثر من سبعة الاف سجين في منشأة تم بناؤها لاستيعاب 400 فقط معظم السجناء ومشتبهم بهم في الابادة الجمعية في رواندا التي حدثت في عام 1994 نظرا الاكتظاظ الشديد فان هؤلاء الرجال والنساء يجبرون على وقوف حاف القدمين على الارض القادرة طوال ساعة النهار مما يتسببوا في تعفون اقدامهم يحتاج كثير منهم في نهاية المطاف لعمليات بتر ولكن مع وجود طبيب واحد فقط متفرغ مخصص للسجن لا يتمكن معظم السجناء من تلقي العلاج الذي يحتاجون اليه مما يؤدي الى وفاة الكثيرين منهم كل يوم الى هنا تنتيذ حلقا يا رفاق من قناة عشوائيات ثقافية مع السلامة اشتركوا في القناة